مشاهديك كرام وانتقالا إلى موضوع آخر نظمت دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية قراءات شعرية في منطقة وادي الحلو تفصيلات أكثر في التقرير الآتي نظمت دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية جلسة حوارية وقراءات شعرية تحت عنوان تأثير الشاعرة في الساحة الثقافية الأدبية للشاعرة نائلة الأحباب وذلك في مجلس والي وادي الحلو نشكر دائرة الثقافة في تجسيدها لرؤية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في دعم المجتمع بهذه الجلسات الحوارية والقراءات الشعرية والحوارية الثقافية التي تدعم وتنمي مسيرة التطور والازدهار والنجاح بحيث أنها تسلط الضوء على قضايا مجتمعية مهمة وكذلك في الوصول إلى حلول تدعم مسيرة وتدعم النهضة من خلال التركيز على النشأ في حفاظهم أيضا على الموروث الشعري تضمن البرنامج محاور عدة منها المبادرات الثقافية والأدبية وأهم إصطارات الشعرة الأدبية وتجربتها في الشعر الفصيح والنبطي كذلك تناول البرنامج قصائد تبادلها مع متذوقي الشعر والشاعرة لها عدة مبادرات منها مبادرة استدامة كتاب ومبادرة ديوان الخمسين وأوضحت نايل الأحبابي أن الشاعر الإماراتية وصلت إلى أماكن متقدمة أثبتت وجودها في الساحة الشعرية وإضافة إلى الجلسة تم استعراض أعمال الشاعر الفنية المميزة طبعا الشعر موروث جزء أساسي من موروثنا الشعبي والأدبي لنحن يجب علينا أن نكثف الفعاليات المتخصصة في الشعر النبطي وهذا طبعا ما ننمسه في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها بدعم صاحب السمو والله يحفظه شيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي الشعر هنا دائما في المقدمة ومن الأساسيات ومن أولويات اللي يحظى برعاية ودعم مباشر من صاحب السمو والله يحظى ويطاول بعمرة يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة التبادل الثقافي والأدبي وترسيخ مكانة الشعر والتعرف إلى أنواعه وأهمية نقله للأجيال القادمة إذن سلسلة المبادرات الثقافية الترفيهية والأنشطة المختلفة مستمرة من قبل دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية وقراءات الشعرية مشاهدين أيضا من ضمن هذه البرامج التثقيفية التوعوية أيضا الثقافية ولتدعم سواء كانوا أيضا الشعراء إلى جانب كل متذوق للشعر بكافة تخصصاته ومجالاته ويبحث الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون حديقة خاصة في منزلهم عن أفكار تجعلهم يشعرون بالراحة والسكينة والهدوء فالحدائق المنزلية تعتبر متنفسا عائليا وضرورة شماعية تجمع أفراد العائلة لقضاء وقت هادئ وجميل داخل أسوار منازلهم لذا لا بد من الاعتناء والحفاظ على المساحات الخضراء في منزلنا بواسطة بعض الطرق التي سيعرفنا عليها المهندس عبدالله صالح النقبي متخصص في تصميم المساحات الخارجية ويسعد صباحك مهندس عبدالله يا مرحبا يا مرحبا يا سيد عاش يا مرحبا بك ويانا في برنامج صباح الشرقية ونشكر استضافتكم لنا في قناة مميزة صراحة واللي دائما يوم من ندخل على الوالد ولا الوالد الله يحفظهم حاطين قناة الشرقية يسعدنا ويشاربنا متأكيد والجميع صراحة مفعلين دور الله يبارك القناة بشكل جدا مميز ونحن دائما نسعد في ولله الحمد هذا شرف لنا نحن أيضا ندعم أبناء المنطقة الشرقية اللي متخصصين في كافة المجالات منهم الأمور الهندسية والأمور التجميلية ديكورات اليوم يعني أيضا حديثنا جمالي لكن عن الفناء الخارجي أو الحديقة الخارجية بالضبط وماشاء الله هذه من ضمن الأمور اللي الله يبارك كذلك دائما أنتم مميزين يعني المنظر الخارجي أول شي جذبك أول ما دخلنا جذبنا ماشاء الله النبيو الخارجي نفس ما استشعرنا المناظر الخارجية والمناطق الخارجية لها دور كبير في أن إعادة نفسية الأنسان من الضغوطات الأمور اللي حصلها مثلا في الحياة اليومية سواء على الصعيد مثلا العملي الشخصي أي أن كان مجرد أن الإنسان يقضي وقت في الطبيعة برع بشيء هو يحبه هذا الضغط للسترس كله رب العالمين سخر لنا الأمور هذي كلها للإنسان وهذا في الحقيقة ما استشعرناه أيضا في الجائحة اللي كفة 19 يعني لما كنا نلازمين أيضا المنازل كنا بس عايشين في الحدائق بالضبط أو الفناء الخارجي لهذا المنزل بالضبط وهو مفهوم مفهوم المساحات الخارجية كذلك قد يكون بعض الناس يقولت والله أنا ما عندي مساحة كبيرة في الحوش صحيح بس مثلا أنا عندي مثلا بلكونة عندي فوق السطح هذه كلها أماكن تعتبر خارجية أقدر أني أنا مثلا أستغلها في أن أنا أسعد نفسي وأسعد أسرتي صحيح يعني على سبيل المثال في فترة كوفيد من جميل إذا أتش الله خير أختي عاشي طرحتي فترة كوفيد صحيح فترة كوفيد كانت يعني من أحوج الناس يعني يستغلون فيها الإمكانيات المتاحة والموجودة صحيح فتقول يلا عبد الله أطلع وضبط لنا المكان فبالموارد الموجودة ممكن أننا نستغلها في يلسة نعمل لنا مكان للباربكيو والشواي ممكن أننا نستغلها في الأمور التي تسعدنا تسعد الأسرة يعني فالإنسان دائما يستغل الموارد الموجودة حاليا يعني ثقافة استغلال المناطق الخارجية على أساس أنها امتداد للمساحة الداخلية يعني نوعا ما بنقدر نقول شبه قليلة مو بالجميع يعني يقبل على استغلال المساحة الخارجية صحيح نحن كلنا عندنا هوايات على سبيل المثال فلنفترض أن رب المنزل لهواية مثلا في تصليح السيارات أو في الكايك أو في مثلا الجيتسكي أمور أخرى نعم أو أمور أخرى فليش مو أني أنا أعملي كورنر في حوش البيت لهذا الموضوع متخصص على سبيل المثال أنا عندي مثلا ربة المنزل تحب الكوفي ليش مو أعمل مثلا غلاس روم صغير في كوفي كورنر وقعدة يعني لطيفة جميلة بالخارج فيعني أنا أقدر أني أنا يعني مب دائما أني أنا أستغل المساحات يعني الخارجية فقط للباركنات مثلا على سبيل المثال لتعزيز الهوايات وأمور المحببة لتعزيز الهوايات بالضبط بالضبط فعندنا مثلا المحبين الحيوانات الأليفة فيه شيء في الثقافة الخارجية يعني شدني صراحة اللي هو شيء يسمونه كاتيو اللي هو نفس الجلسة الخارجية ولكن للقطط تكون ممتدة يعني يسكرون المكان أو دريشة أو كذا تتسكر من الخارج ويكون يعني الحيوان الأليف هذا يقدر يطلع في أي وقت ويستمتع في جمال وبنفس الوقت من برع يكون المنظر جميل جميل طيب بما أن أهل الإختصاص والمختصين ما شاء الله موجودين نبدأها من البداية يعني هل هناك من أمور ثابتة يجب أن تكون في المنازل ولا للحدائق أنواع أمور مختلفة أكيد أكيد للحدائق أنواع ومنها الأنواع اللي أتينا الأنواع الجمالية من ناحية التصميم وفي أشياء من ناحية العملية اللي هي من ناحية التصميم على حسب البيت من داخل ومثلا تصميم البيت مودرن أو كلاسيكي أو أيا كان التصميم من داخل نسحب الجو هذا يكون في الخارج بحيث أنا كصاحب منزل ما أي أدخل في جو بعدين ما تعرف يعني شو داخل هل أنه الحديث أو العصري أو حتى الكلاسيكي يعني يجب اختيار نوع واحد من أنواع هذه فهو النوع الداخلي هو نفسه يكون امتداد للنوع الخارجي جميل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية والتي تعتمد على هذه قد تكون ثابتة النقاط اللي ممكن تكون المتغيرة اللي هي يحدها راعي البيت نفسه اللي هو على سبيل المثال نقول مثلا ناس ما ذكرنا إذا ربت المنزل تحب الكوفي فتكون لها مثلا كوفي كورنر إذا على سبيل المثال عندي أطفال فأحد الأمور الجدا جميلة يعني اللي تجذب في ثقافة الكوي فش سمك الكوي الياباني صحيح متاح حاليا في الإمارات وفي ناس متخصصين في هالمجال يسولنا بركة سمك مثلا على سبيل المثال للأطفال فأنا قبل الله أني أي وأبدأ أصمم التصميم الخارجي أقعد مع الأسرة أسرتي أشوف أسرتي أنا شو يحبون لأن أفكارهم والأسلوب الحياة اليومي هو بيعطيني التصميم الفريد من نوعه ممتاز فبحيث أن كل أسرة لها توجه معين فأنا ليس بشرط أني أنا شفت شلال معين أسوي نسخ ولسق في كل مكان الحل مع وسائل التواصل الاجتماعي يعني أصبح حتى بعض الأشخاص لا يستعينوا بشركات خاصة بل يشوفوا صورة ويطبقونها في بلازلهم بالضبط بالضبط فأنا أشوف أنا شو أحب أسرتي شو تحب يعني أنا إذا عندي حتى لو عندي عسبيل مثال طفل ثلاث سنين بالطفل بنت ولا ولد يعني أنا ممكن أني أنا أعمل لهم مع بعض نشوف عن طريقة سواء تواصل الاجتماع ليوتيوب أو غيره كيف أني أنا أعمل خيمة وأسوي خيمة خارجية للأطفال مثلاً أو أني أنا أعمل ممر صغير إذا عندي مساحات جميلة وكبيرة برعه ممكن أني أنا أعمل مساحات للسيارات هذه الصغيرة تكون أخصص لهم على البيت أنهم يدورون شارع صغير مثلاً فعلى قد ما أقدر أني أعمل أنه بيت للراحة وليس فقط لك منظر أو مظهر وأنني أنا أمارس في هواياتي أهلي في البيت يمارسون في هواياتهم ونطلع شوية من جو السوشال ميديا صحيح بنتكلم إن شاء الله عن وسائل تواصل اجتماعي لكن المخرجة الحيب يعني ظننا مجموعة من اللقطات أو حتى المقاطع المتعلقة أيضاً بالفناء الخارجي يعني هذه أيضاً بعض اللقطات في الحقيقة أو الجلسات الجميلة بجانب حوض السباحة فلو نتحدث أيضاً عن الأمور طيب نرى الخشب موجود الأجار موجودة جونا المهندس عبدالله تقريباً حار صحيح معظم الوقت فأيضاً يحتاج إلى أمور أو لربما معدات توالم أو تناسب هذا الجو فلو نتحدث أيضاً عن الجو الحار ما هي الأمور التي ممكن تدوم وتلائم هذا الجو أكيد عدنا من ضمن الأمور الجميلة والثقافات التي كانت موجودة عدنا سابقاً في صنع في صنع تهوية دعنا نقول الطبيعية التي هي مسألة نفس التي كانت في البرجيل صحيح الفتحات التي فوق البرجيل كانت الدر علينا بالهوى فمن ضمن الأماكن المفتوحة في البداية نرى إحنا وين حابين نمركز القعدة هذه هل إذا كان لا محالة يعني ما في مكان أنه مثلاً بيضلل على الجلسة ممكن أن نعمل مساحات فيها تهوية فهذه ممكن في التصميم نفسه التهوية الطبيعية تغذي المكان الحار هذا رقم واحد رقم الذي هو تصميم الجلسة أو تصميم المكان الخارجي الشيء الثاني الزرع الزرع له دور كبير وشو نزرع يم الجلسة وشو نزرع ممكن أن نحن يعني للطريق إلى الجلسات هذه بحيث أنه يكون الممور مثلاً بالضبط في زرع له ضل كبير مثلاً على سبيل المثال عندنا الأشجار المستخدمة حالياً شجر المانجو المانجو عندنا شجر الأشجار اللي هي التروبيكال اللي هو في الممرات نقدر نزرع البابايا نقدر نزرع الموز كذلك فهذه كلها أشجار تلطف الجو وكذلك نظام أنظمة الري أنظمة الري المستخدمة في الزرع فالزرع كذلك ضيف جو من الاستكنان ناس ما يقولون صحيح تجعل المكان سكين فيه شوي هو على شوي رذاذ شوي كذا فهذه كلها أمور اللي هو طريق المبنى نوع الزرع المستخدم أنظمة الري المستخدمة هذه كلها تجعل من المكان لطيف ونقدر نستخدمه حتى في الأجواء الحالة وبالنسبة للإحشاب ونباتات الصناعية أتبعها أم ضد؟ والله على حسب استخدام المنطقة هذه فلنفترض أنها هي مثلا منطقة شتوية ونحن لا نقعد فيها القاعدة هذه إلا في أوقات الشتة مثلا عسابي للمثال فمعروف الشتة يجيب بعض الأمور حشرات وبعوض فالأفضل أن نتجنب الزرع الطبيعي لأنه يتجمع على الحشرات أكثر ويتطلب إلى أدوية ويتطلب إلى كذا قد تكون بعض نوعا ما فإذا كانت هذه الجلسة شتوية فالأفضل أن يكون الأمور الزرع الصناعي أو الحجيش الصناعي نعم هذا رقم واحد رقم اثنين ميزانيتي أنا هل أني أنا مستعد أني أنا أعمل الصيانات الدورية باستمرار هل أني أنا مستعد أني أنا عندي الكادر المزارعين أو كذا في البيت أن يهتمون يهتمون في الأمور الطبيعية هذه أو أني أنا بس مجرد أني بحطها الزرع وقد أني أنا يعني في البداية بس باهتم فيه وبعدين لا يعني على أساس أن مكان جديد فهذه أمور أساسية أننا ننظر فيها نعم يعني بالفعل هذا الممر بحد ذاته ممر السعادة بأكيد يعني بالأجار بالأمور أيضا مزروعة نعم فلو نتحدث أيضا عن الخشب الذي يحبث استخدامه بما أننا نرى الآن مضلات خشبية قواعد خشبية أرضيات خشبية أيضا في هذا المنزل العصري نعم هذا أحد الأشخاص إذا هم الله خير عندهم اهتمام في مسألة القهوة ومسألة فحبوا أن يعملون لهم كورنر في حوش البيت ما إن شاء الله عندهم مساحة جدا جميلة صحيح فالخشب الذي يبيه خارج حبثه إذا لم تضرب الشمس حبثه يكون البي في سي الذي هو الأشياء اليايا بلاستيك البلاستيك الذي هو شكل الخشب نعم وهذا متوفر وبوفرة أما إذا كان المكان نفسه يعني معرض للشمس أكثر فأنا أشوف أن في أشكال للبلاط نفسها تكون شكلها خشبي نعم وتعطي جمالية الخشب ويكون استخدامها كبديل للخشب في هذه الأماكن ولكن أني لمسألة اللي بيركب هالشيء لازم يكون ذو كفاءة عالية عشان يعطي الإيحاء هذا أن المسافات تفرق اللي هو بين الكاشي وبين البلاطة والثانية المساحات هذه البسيطة الفينشينغ هذا يفرق فعدنا اللي هو مسألة الستامب كونكريت هذه اللي هو بعيدا عن الأرضيات الخشب هذا نوع ثاني كذلك من الأرضيات المستخدمة خارج في الفناء الخارجي اللي هو الطبعات يسوون اللي هو مواد اسمنتية وفي طبعات معينة تطبع عليها بحيث أن تبين على أساس أنها مثلا أحجار جميل يعني تعطي إيحاء أيضا وأشكال أيضا لهذه المبرات عدنا أحد الأمور المستخدمة في الأرضيات وفي الممرات التي هي مسألة الروكس هذه يعني أحجار بالضبط سواء أتي على حسب تصميم البيت الداخلي نعم أبدأت الله أعزكم الله أعزكم الله أعزكم في تصميم المساحات الخارجية الله أعزكم كل شكر لكم شكرا أيضا على هذه المعلومات القيمة والمهمة في الحقيقة الله أعزكم التي تعطينا أيضا دافع جدا استمتعنا في هذا الحوار الشيء وإن شاء الله الله يزاكم كل الخير على احتوائكم إلى الثقافات والعلوم الموجودة عندنا في البلد ونتمنى للجميع يا رب تكون أعلى ودائما إن شاء الله نثري الجمهور الله يقدرنا جميع في المعلومات القيمة التي تفيدهم بإذن الله تعالى استاذ عاشي إذا مشاهدينا تحت شعار الاستدامة لغد مزهر انطلق بعرض الزهور الذي تنظمه بلدية وديلة كلباء تفصيلات الأكثر في الفقراء الآتية ولذا عودة تفصيلات الأكثر في الفقراء بعدد ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف وردة ينطلق اليوم معرض الزهور بمدينة كلباء بدورته الحادية عشر شارك في معرض الزهور بما يقارب عشر جهات حكومية وست شركات تقدم مختلف الخدمات أيضا هناك العديد من الورش التي تقدم في معرض الزهور ومن ضمنها ورشة صناعة القلادات بالنسبة للمعرض الزهور الحادي عشر الذي تنظم بلدية كلباء في الحديقة العامة اليوم هو انطلاقه وانسجام مع عامم الاستدامة الذي أطلق سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وأيضا بمباركة من سيدي الحاكم صاحب السمو الشيخ سلطان حفظ الله أيضا انسجاما مع سبوع تشجير الذي ينطلق مع هذا المعرض تقريبا المعرض هذا يعرض لا يقل عن 375 ألف شتلة زهرية أيضا عدل مشاركات من جميع الدوائر هناك أنشطة الأطفال مراسم حر الأطفال أيضا هناك مشاركات من الشؤون الاجتماعية صحاب المهن الحمد لله في زخم كبير يعني مثل هذه المعارض هذه تضيف زخم للمدينة متنفس طبيعي للعائلات خاصة المعرض انطلق في إجازة الأسبوع أعتقد أن نحن بحاجة لمثل هذه المعارض لإضفاء الزخم لإضفاء قيمة حضارية على مدينتنا مدينة كلباء وأيضا من ضمن الفعاليات المتواجدة في معرض الزهور بمدينة كلباء المسابقات الثقافية التي تقدم على خشبة المسرح لكافة الحضور يأتي معرض الزهور الحادي عشر تزامنا مع أسبوع التشجير ويشكل لوحة فنية من مختلف أنواع الزهور ويستمر إلى سادس والعشرين من الشهر الجاري هناك وقت وفرصة لزيارة هذا المعرض إذن معرض الزهور الذي بات من الفعاليات المهمة في مدينة كلباء والذي يحتوي على آلاف الزهور وشجيرات إلى جانب أيضا الشتلات المختلفة والتي تعطي أيضا منظر طبيعي وجمالي وإبداعي وتضم أيضا أجمل الأماكن البارزة في مدينة كلباء إذا مشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وقبل الختام أحب أذكركم أنه بإمكانكم متابعة هذه الحلقة وجميع حلقات قناة الشرقية من كلباء وأيضا جميع برامج القنوات التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر تطبيق مرايا ما عليكم إلا أنكم تحملون التطبيق المجاني مرايا أو تقومون بمسح الرمز الموضحة الآن أسفل الشاشة وتستفدعون وتستفيدون من جميع الحلقات سواء كانت المسجلة أو حتى المباشرة إذن تقبلوا تحياتي نعيش الأنصاري وتحياتي جميع طاقم العمل ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر